ما هو الإعلان؟ ما هو الفرق بين الشخص اللي يصور بشكل عادي مثلا يومياته و مثلا أعجب بوجبة فلانية أو مطعم فلاني فيصور أو قرأ كتاب و أعجب فيه يعني أثنع عليه و دعا مثلا الناس لشراءه و اقتناءه و قراءته أو اللي يمارس الإعلان ما هو الفرق بينهم؟ طيب أنا أقول لك المثال هنا مثلا أنا عندي كلام لازم نفرق ما بينه أنا مثلا عندي هذا كلام و عندي هذا كلام في فرق لما أنا مثلا أتكلم عن هذا القلم و أقول والله عجبني خطه و ممتاز هنا أوقف أنا أقول عن تجربتي بينما أجل أسوي مقامنة بين الأثنين أقول هذا القلم عبارة عن مميزاته واحد، و ثلاث، أربعة، و خم ستة بينما هذا القلم مميزاته كذا بس عيوب هذا القلم لا أنا أنصحكم أن تشتنوا هذا القلم هذه عبارة عن إعلان أو كيف ممكن أن أسوي السوق لهذا القلم النية الشراء التي ممكن أن أزرحها عند المتابعين اللي عندي أقول لك هذا القلم عبارة عن مميزات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب ما ممكن أقول لك أقول لك أنا أخذتها من مكان معين وهذا اللي يميز أنه هذا إعلان أو الدعاية بحيث أنه نقدر نقول أنت مخالفة أو لا مثلا عندنا المصممين أو خلنا نقول مثلا مصوري حق المنتجات اللي عندهم يحاول قد ما يقدر نوضح أنه حتى مصطلحة ترى تفرق كثير مثلا نقول حنا هذا ترى متصوري حتى مثلا إذا كان عندنا مدرب ورش يقدمها يحاول أن يسوقها لحسابه شخصي هذا مسموح بينما برضو لو نتكلم عنه حتى المسوقين عمولة برضو قالوا استثنهم فمهم جدا حتى الرسامين مثلا يرسم منتج وآخره برضو حتى لو نصور حياتنا اليومية بحيث أنه لو دخلنا مجمع نصور مجمع كيف أنه مميزات هذا المجمع من ركز على محل معين وقل أنه هذا المحل ترقيد طيب التسويق الغير مباشر خلنا أعطيك ميدال تسويق مباشر خلنا أعطيك مثال يعني يدخل شيء ما بين النقاط يعني أو ما بين السطور مثلا يشرب القهوة الفلانية و ما قال ولا كلمة بس هو يشربها واحد مشهور و هو يشرب قهوة كذا هذا إعلان يعني ظهوره و فعلا كشيرت لابس و مثلا عليه لوغو و فعلا هل هذا نفترض أنه أخذ فلوس عليها طيب هو فيه تسويق ترى عالم بحر يا جماعة حنا ما نقدر نقول له هذا بنية أنه قاصد أنه يسوق أو لا يعني زي ما قلت مثلا في بعض الأفلام اللي السينمائية ممكن نشوفها في الهليوود ولا أي مكان ترى هم يستمرسون التسويق بطريقة غير مباشرة زي لما نشوف مثلا الأفلام اللي هو الأكشن اللي هو كيف يستخدمون المسئلات اللي عالمات تجارية معينة عشان مخالف برضو و أخبركم قلع فالجوالات اللي يستخدمونها في الأفلام برضو عبارة عن تسويق طريقة غير مباشرة ممكن مشهور يستخدم يشرب ماي و هو قاعد يستخدم بس هو ما قاعد يشير إلى أنه من وين عان شرت هذا المنتج هذه اللي ممكن تفرق هذه كيف تضبط هذه صعب ضبطها شوف أنا لا أريد أن أقولها معي شوف أنا أعتمد على أننا هم مركزين على تقديم الإعلانات المحتوى الإعلان الذي يكون صريح الذي يكون بمقابل خدمة بعض الأحيان يقول لك ترى حتى يقدم أنه مثلا يجيني مع محل قهوة يقدم لي قهوة مجانة بس أنك تتكلم عن مكان ترى هذا برضو إعلان لازم ننوه لهذا الشيء أي شيء لا عليه مقابل و أنك تتكلم عليه هذا عبارة عن إعلان